موسيقى 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 ذكرت عن بعض الممارسات والعادات في العهد القديم مثل الذبائح أو حتى بعض التعليم مثل السبت، الطلاق، التعدد، الزوجات بالعهد القديم نشوف فيها نور وضوء جديد. ممكن توضح لنا هذه الفكرة أكثر قلت أن ترتبات العهد القديم غير ملزمة في العهد الجديد إلا إذا وافق عليها تعليم يسوع وتعليم تلامذة يسوع ولكن كل ما لا يوافق عليه يسوع وتلامذة يسوع المعلن ما قالوه في العهد الجديد أنا لا أقبل من العهد القديم ما يعاكس ذلك وهذا لا يعني أن ما حدث كان خطأا ولكن ما جاء بعده من إعلان كمله لأنه عم نمشي من الكمال إلى الأكمل من الحسن إلى الأحسن كان في متطلبات في زمن العهد القديم لكي يفكر الناس فيها كما يفكرون ويعلن الله لهم النور الذي يناسب إدراكهم وقلنا لكي ينقلهم درجة أعلى وفي العهد الجديد جاء النور الكامل اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر